برضى في مواصفات الزوجة الفشلة رجالة كتير جدا بيشتكوا من زوجاتهم مراتي ست فشلة مسكة طفاشة وبتطفشني من البيت ما بتعرفش تطبخ ما بتعرفش تعاملني مبسوطة قوي وسعيدة لما اهلاها ييجوا عندها البيت لما ام تيجي او اخت تيجي باهم مش فايت تبقى حاجة صعبة جدا تبقى مخنوقة ومتدايقة مراتي ست مش مهتمة بنظافتها الشخصية ازواج كتير جدا بيشتكوا من زوجاتهم وبرضو بنفس الحكاية في زوجات كتير اوي بيشتكوا من ازواجهم ازاي بقى نخلي بيوتنا كده فيها امن يا جماعة وامان وسكن ازاي الست الفشلة تتخلى عن الفشل اللي بيواجهها ازاي تواجه هذا الفشل البتمة بيزوجها ازاي تعاملوا المعاملة الطيبة اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى ابن الفاصل كان عندنا اما طلاب تشتكي انه جوزها نرجس جدا ما بيحترمهاش ما بيعملها المعاملة السيئة طبعا وده غلط المفروض يا جماعة زي ما سيدنا النبي قال لنا وبقول تاني وتالت ورابع ما اكرم النساء الا كريم وما هنهن الا لئيم بس انا بقول اما طلاب ما تزعليش يا استكل ومن عصى الله فيك فلا تعامليه الا بان تطيع اللها فيك تاني من عصى الله فيك فلا تعامله الا بان تطيع الله فيه انت بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى فانت اللي ارضى ربنا اعمله و miesكش ربنا ما بتعملهوش حتى لو زوجك عاملك وحش انت اتعاملي مع ربنا الاول وربنا اكيد لما انت بتحب ربنا كده و تمشي على المنهج أكيد ربنا حيكرمك إن شاء الله وحيهديلك زوجك وطبعا عد معاه ونقشيه وطبعا إذا كانوا أهلوا ربوه بهذه الطريقة وبهذه التربية فأنت معدت معاه سنوات طويلة وإنت لسه أيلالي برضو شفت معاه أيام كويسة فبرضو زوجك ادعيله يعني تعالي كده استعيني عليه بسهام الليالي كل زوجها مديقها وخنيقها تعالي بالليل كده واسجد لربنا وصل لربنا واستغفر له ربنا ربنا حيهديهولك أكيد والله لو أنت جوزك مديقك وتعبك قوي وخنقك وموطرك تعالي بالليل كده بعد وقت الصحر يعني بعد الساعة اثنين كده وتوضي وصل لربنا ركعتين واسجد ربنا على البلاط وقوله يا رب يا رب كده أهديلي زوجي ومسك السبحة كده وقت الصحر بعد وقت الصحر كده وقت امسك السبحة واستغفر رب ده الجوزك قولي اللهم إن استغفرك لزوجي وشوف ربنا بقى هيعمل ايه أكيد حيهديهولك إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وحنتكلم في هذه المسألة وحنقول نعمل ايه ونتصرف ازاي وازاي الزوجة لو جوزها وحش قوي تعاملوا ازاي وازاي الزوج لو مرطه وحش قوي وتعباه ومطلعني ازاي يتعامل معاها بس بعد ما اجاوب على طبعا الأسئلة بتاعت حضرتكم اشتركوا في القناة